طيب طيب ده ده قسيم المجموعات المسلحة بعدها أنا كنت بقولك وإحنا حتى في الفصل أنا مهتم جدا بالحتة دي منظمات وأتلافات سياسية وحقوقية وإعلامية وبطبيعة الحال طول الوقت هي بر مصر وأنا بظن أن دي بتبقى طريقة مهمة أوي للعب في الأدمغة غسيل أدمغة استقطاب إذا سمح الموضوع للطلاب والجاليات المصرية والعربية اللي موجودة خارج بلدنا بيعتقل الإتلافات خلي بالك على ثلاث محاول الإتلافات دي محور الأول منظمات حقوقية المحور الثاني المنتديات الوسطية أول ما تسمع كلمة منتدى الوسطية دي تعرف أن الإخوان من وراء على طول حطين إيدهم حطين إيدهم وإحنا عندنا الإتلافات على سبيل المثال الإتلاف العلامي للمصرين في الخارج وتسمع الإسم وتتخذ هتلاقي فيه محمد الجوادي ومصطفى إبراهيم المنسق العام وهاني الطحان والمجموعة دي وتمام ده بقى المجلس الثوري المصري الثورة واخد بالك والكلام الإسم الأسماء اللي تخذ دي برضه هتلاقي بقى سلم أشرف عبدالغفار أشرف عبدالغفار ده قياري إخواني كبير جداً بنته واخد بالك صابرة بالفتوح وجمال حشمت محمد شريف كامل عمر عادل هذه المجموعة كلها في مجموعات انفصلت عنهم أعلنت انشقاقها لكن ما يهمناش المجلس طبعاً مستمر التحالف المصري الكندي من أجل الديمقراطية سمل إبياري محمد شريف كامل وهتلاقي المحمد سلطان ده متحرك أول في القصة ده محمد سلطان اللي خد الجنسية الأمريكية محمد ها طبعاً مناشط جداً تلاقي المنظمات الحقية مثلاً على سبيل المثال على سبيل المثال مثلاً السواسية لحقوق الإنسان المنبر المصري لحقوق الإنسان عدالة لحقوق الإنسان بإسطنبول مش عارف المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتاعة محمد جميل بلندن هيئة الإغاثة بقى المهمة جداً دي اللي هي لها سبع مكاتب ودي كان بمتحة الحداد حالياً بيقوتها الإغاثة الإسلامية في لندن مبادرة الحرية الكيان الأمريكي للحرية مصريون الأمريكيون للديمقراطية بص أسماء تخد أسماء تخد واخد بالك دي اللي هي الأمثلة للمنظمات وعندهم منظمات كثيرة قوية عن كده لكن هو بيعمل تحت هذه الواجهات ودي اللي هي الخطة الباردة أو الخطة النعمة لتوغل التنظيم الإخواني في العالم أو عبر التنظيم الدولي أو عبر هذه الآليات سواسية لحقوق الإنسان ومناضط تعذيب أنس التكريتي شفت بقى أنس التكريتي على طول هتلاقيه على طول موجود دول عيلة من القتلة المناسبة يعني عشان بس اللي مش عارفة دول عيلة قتلة وهو وارث يعني الإجرام من أبوه بالمناسبة شوف بقى المنظمات الإعلامية بقى ده محور آخر بقى عندنا الشبكة الإعلامية الجديدة وعندك وضع خنفر بيظهر في الصورة بقى وضع خنفر المؤسس قناة الجزيرة بيطلع فلسطيني هنطلع شركة فضاءات ميديا هيطلع عندنا شركات فرعية بتطلع منها زي ميتافورة وسكون ميديا وغيرها من هذه المنظمات واخد بالك الحركات دي بتشتغل طبعا على السوشيال وشركات صغيرة هو مهمتهم هو يمول هذه الشركات الصغيرة التي تعمل فيديوهات تبس عبر الإنترنت أنا مش شاعمل حاجة مش شاعمل قناة فضائية أنا عملك شركة صغيرة تنتج أفلام وسائقية وأفلام قصيرة وحطها وتترود في الشبكة الإعلامية بتاعتهم عشان باوك ده مهم إن الناس تبقى فاهمة يعني عشان لما يجي قرى خبر يبقى فاهمة الشبكة الإعلامية الجديدة هتلاقي بقى العرب الجديد عرب 21، ساسا بوست، نون بوست، الخليج الجديد موقع زمن الواصل، موقع التراسوت شفت الأسامي، فيه إنت شفت إسمي إخوان شفت إسمي إخوان، موقع عرب 48 سكون ميديا، إخوان قولاين، إخوان سايت، موقع كلمني إخوان ويكي، قناة وطن كل دي إعلام مكملين بيدخل في النصف طيب، بعد كده المواقع بتقدم بطريقة بقى غير مباشرة يعني أنت بتلاقي موقع بيقدم بطريقة مباشرة المونتور وبيشتروا فيها أسهم، وصحفيهم بيعملوا داخلها مش أك غريب، الخليج الجديد، المونتور، مدى مصر، مصر العربية، الكلام ده كله حتى مدى مصر طبعاً، طبعاً، طبعاً أتمنى أنه لقى بصرحة طب ليه؟ أزعل أول طب ليه طيب؟ لا أنا عندي كل التحافظات الممكنة على مدى مصر بس حقيقي أكتر حاجة تقلقني وتديقني وتصير حافظتي أن يكون عنده تعاون مع الإخوات ده بجد مش أزعل هو هنا حل بالك، مش بالضرورة أن يتعاون بشكل مباشر، بص، فيه حتتين مهمين جداً يبقى عنده مواد تخدم نفس ذات الغرض خد الحتة الخلاصة دي، فيه إخوان الطيف والإخوان اللي إرادي ده أستعيرهم من صديقك كامير رحمة الإخوان السابق إخوان الطيف اللي هو بيخضع للطيف الإخواني وإعلام الإخوان، وبيخدم الإخوان دون أن يدري أنه إخوان بينفذ أجندته طوعاً ومش متصور بيخدم الإخوان خالص، هو خاضع للإعلام، يعني بينفذ أجندتهم دون أن يدري وإخوان اللي إرادي ده بيخضع لإعلام الإخوان تلاقي واحد مواطن عادي جداً ومتأثر جداً جداً بما يقال دون أن ينقب، ودون أن يفتش عن مدى صدقية ما يقال فهو بيكون إخوان لا إرادة دون قصد منه وأما الثاني، فهو بيعمل أعمال بتخدم الإخوان وهو يظن أنه لا يخدم الإخوان، لكنه يخدم الإخوان فهناك مواقع إلكترونية كثيرة جداً وشركات كثيرة جداً بتخدم الإخوان دون أن تدري أنها تخدم لإجندة الإخوان مصر العربية ده طبعاً إن مطلع وشركات كثيرة جداً